القوانين الإجرائية اللي بتحكم مسائل الأحوال الشخصية أولاً قانون واحد لسنة سنة 2000 ده هو يعتبر الشريعة العامة قانون واحد لسنة 2000 المعدل بالقانون 91 لسنة 2000 والمعدل أخيراً بالقانون 176 لسنة 2020 حد عرف القانون 176 لسنة 2020 حد سمع عن قانون 176 لسنة 2020 خاص بالأحوال الشخصية لا دعوى الحبس اللي هو القانون اللي قبله 91 لسنة 2000 ألا أتكلم عن قانون 176 لسنة 2020 عد القانون واحد لسنة 2000 في إيه بقى لا قانون 6 لسنة 2020 العد للمادة من تين تسعة وتلاتين قالوا الإجراءات الجنائية لا 176 عد المادة من قانون واحد لسنة 2000 مش معقول أنتم ما اشتغلتوش أحوال الشخصية خالص ما اعتقدش يعني ينفع دا احنا ليسا بنقول للرسالة هو دا احنا ليسا ما دخلناش خلي بالكم في في التفصيلات دا دخلناش في الموضوع دا احنا ليسا بنقول عنوين فقط لغير ما لانا هبحث الرسالة ازاي بقى لو أنا معرفش رقم القانون وفي قانون صدر ما لانا هكتب صحيفة منين يبقى أنا هعمل قانون رسالة سوداء بقى قانون 176 لسنة 2020 عدل المادة 47 من قانون واحد لسنة 2000 التي رفعت حد الصرف المسموح للوصية الوصية كانت النيابة تروح تصرف من 1000 ل3000 جنيه المحامي العام من 1000 ل3000 جنيه عاوز أكتر من ثلاثة ياخد إذن من مين من محكمة الأسر قانون 176 لسنة 2020 السنة اللي فاتت يعني شهر 8 اللي فات رفع الأقصى من من 1000 خلها عشرة ومن ثلاثة خلها عشرين 1000 جنيه ود فقرة كده قال لك ويجوز في حالة الضرورة انه يتجاوز الصرف ان شاء الله يوصل نصف مليون جنيه من الأموال السائلة الخاصة بالقصر بشرط انه تقدم الوصية يعني ينفع قد وصية وقالت والله الولد ده عنده متحانات سنوية أو عنده عملية وعاوزين كذا أو لا والله لا ما ينفعش أكثر من 3000 جنيه ويكون القانون تعدل ودها انها تصرف في حدود 20 ألف جنيه يبقى القوانين الإجرائية واحد لسنة 2000 واحد وتسعي لسنة 2000 المعدل بقانون 176 لسنة 2020 ثم قانون عشرة لسنة 2004 قانون إنشاء محاكم الأسرة ثم دعديها قانون 13 لسنة 68 وهو قانون المرافعات ثم قانون 25 لسنة 68 قانون الإسباب ثم قانون 13 لسنة 48 القانون المدني في شأن تصفيط وإدارة التركات فقط لغير دي القوانين الإجرائية اللي بتنظم للاختصاص وتوقيع الصحيفة والإعلان والموطن والجلسة فين والمحكمة مكتملة ولا لأ في حد مش موجود في الدائرة فبالتالي أدفع ببطلان لانعقاد الجلسة النيابة مش موجودة فبالتالي أدفع ببطلان المدى أربعة النيابة لازم تبقى خصمة في الدعوة خبيرين دي حاجات كلها إيه؟ إجرائية صح؟ قانون واحد لسنة 2000 ده قانون إجرائي الأهلية المدى 15 المدى 2 أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ببلوغ الشخص كام؟ 15 سنة في مسائل ولا إعلان نفس لما يجيب أقل من 15 سنة والستة جاية وابنها 17 سنة وتقول لي والله أنا هارفع دعوة نفأة بصفتي وصية على ابني لو أنا مش عارف المدى التانية أقول لها دعوة تاخد عدم قابول رفعها من غير زي صفة أنت ملكي الصفة؟ أنك ترفع الدعوة النفأة باسمه لأنه خلاص هو بلغ سن المخصمة نحن نتكلم في القانون وليس نتكلم في الشكل طيب يبقى نقول تاني القوانين الأساسية التي تحكم المسائل الإجرائية في منازعات الأحوال الشخصية قانون 1 لسنة 2000 المعدل بالقانون 91 لسنة 2000 المعدل أخيراً بقانون 176 لسنة 2020 ثم قانون 10 لسنة 2004 اللي أنشأ محكمة الأسرة وعمل بعض الاستثناءات التي نتكلم عليها لو لم أجد نص في قانون 10 لسنة 2004 ولا قانون 1 لسنة 2000 برجع لقانون المرافعات قانون المرافعات زي النص المادة ما قال إذا لم يوجد نص في نون فأنا برجع للقواعد العامة اللي ورد في قانون المرافعات أو قانون الإثبات